إلى ذلك وصف المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شنيشل مجموعتنا في التصفيات القارية لإنهائيات بطولة آسيا والمؤهلة لأولمبيات باريس بالجيدة قياسا بالمنتخبات المتواجدة وقال شنيشل أن المجموعة التي أفرزتها قرعة التصفيات الآسيوية على وفق رؤية فنية أجدها جيدة بالنسبة لمنتخبنا الأولمبي وأضاف أنه يحترم منتخبات المجموعة خصوصا أن هناك تطورا واضحا في منتخبات دول شرق آسيا لذا سيعد العدة لكل ما يرتبط بالمنتخبات المتبارية تفاديا لأية مفاجأة